استقبل وزير الطاقة والمعادن وتنمية المستدامة عزيز رباح اليوم الثلاثاء بالرباط رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس المستشارين الياباني جينشيرو كانيرو الذي يقود وفدا من أعضاء المجلس هذا اللقاء يشكل فرصة لليابان التعرف على سياسة الطاقة المغربية منذ أن بدأ المغرب في مشروع تحسين معدل الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لاستغلال الطاقات المتجددة وشكل هذا اللقاء فرصة لتباحث سبول تعزيز التعاون المغرب الياباني في مجال الطاقات والموارد الطبيعية كما شكل مناسبة للوقوف على أهمية التجربة اليابانية في تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والخدمات اللوجيستية في خطاع الطاقة والبحث والتنمية الوفد الياباني هو مكون من برلمانيين من يابانيين طبعا كمثل الجناء المهتمة بالطاقة بالخصوص لهم جولة في عدد من الدول للطلاع على هذا الموضوع وليأخذ المعلومات حول عدد من الدول وخاصة المغرب ومهتمين بالمغرب طبعا كانت مناسبة باش يعرضوا بطريقة الموجازات تجربة اليابانية فيما يتعلق بالطاقة والاستثمارات ثم أيضا الاهتمام ديالهم بتجربة المغربية كانت مناسبة باش نعرض عليهم المسار طاقي بنسبة لبلد ديانا الاختيارات الاستراتيجية اللي مشينا على مستوى الطاقة البديلة على مستوى النجاعة الطاقية على مستوى الغاز الطبيعي على مستوى أيضا جعل المغرب قاعدة بنسبة للطاقة على الصعيد المنطقة وعلى الصعيد الإفريقية وعلى الصعيد العالمي ويعد هذا اللقاء من ناحية أخرى مناسبة لتأكيد عزم المغرب واليابان على تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي وكداء الثلاث بين المغرب واليابان وإفريقيا